هذا الرجل خرج على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات الخوارج على مر الزمن من بعد هذه الحادثة جميعهم يتكلمون عن المال جميعهم يذكرون أمام الناس ويهيجون الناس على الأمور التي تحصل في بعض الدول مما يتعلق إما من ظلم في أمور الدنيا أو غيرها فيحركون الناس على ما ينظرون إليه وربما لا يكون هذا ظلما وربما يكون ما حصل هو العدل ولذلك بعض الناس لا يفرق بين العدل والمساواة النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذو الخويصرة التميمي والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم قسما لصحابته رضي الله عنه عندما جاءته الغنائي فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم قسما جاءه رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي فقال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد وفي رواية اتق الله انظروا إلى من يقال هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عدر الخلق قال عليه الصلاة والسلام ومن يعدل إذا لم أعدل أترضونني بما جاء من السماء ولا ترضونني في مثل هذا القسم أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الرجل عندما تكلم على النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يعدل ماذا رأى هو ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدل في قسمته أليس كذلك لماذا يقول اعدل يا محمد لأنه ظن بأن النبي لم يعدل في قسمته بل قال له اتق الله من يتق الله إذا لم يكن النبي هو أتق الناس أليس كذلك إذن هذا الرجل خرج عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات الخوارج على مر الزمن من بعد هذه الحادثة جميعهم يتكلمون عن المال جميعهم يذكرون أمام الناس ويهيجون الناس على الأمور التي تحصل في بعض الدول مما يتعلق إما من ظلم في أمور الدنيا أو غيرها فيحركون الناس على ما ينظرون إليه وربما لا يكون هذا ظلما وربما يكون ما حصل هو العدل ولذلك بعض الناس لا يفرق بين العدل والمساواة هناك فرق بين العدل والمساواة العدل أن تعطي كل ذي حق حقه أما المساواة أن تعطي الناس بالسوية وهذا ليس عدل هذا ظلم فلا يمكن أن يكون العدل وهو الذي أوجبه الله علينا مثل العدل بين الزوجات مثل العدل بين الأولاد ما هو العدل بين الأولاد؟ هل يصلح أن أضربكم مثال فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد هل يصلح أن تعطي الولد الرضيع الصغير في النفقة مثل ما تعطي الولد الكبير؟ لا الولد الكبير ربما يكون في المدرسة ويحتاج إلى مصاريف ويحتاج إلى أشياء هل تعطي الصغير نفس ذلك؟ لا هذا ليس من النفقة هذا هو العدل لكن المساواة أن تعطي مثلا إذا أعطيت ولدك الكبير وهو في الثنوي تعطي من؟ الولد الصغير هذا لا يصلح أيضا لو نظرنا في هذا الأمر فيما يتعلق بالوظيفة والعمل الموظف المجتهد الذي يبدو الجهد في عمله ويتقن عمله ويخلص في عمله هل تساويه بشخص مثلا مهمل؟ هذا تعطيه مكافأة؟ لا يمكن هذا يسمى مساواة لكن العدل أن تعطي وتكافئ من المخلص في عمله أما المسيء لا فهذا المقصود ولذلك بعض ما يظهر عند هذه الجماعات ما يتعلق بهذه العبارة يقول مساواة المساواة هذا لا يمكن أن يكون هناك مساواة الإسلام أمرنا بالعدل والعدل لا يقتضي المساواة وهذا أمر مهم بذلك هذا الرجل الذي خرج على النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي اعدل يا محمد اتق الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يعدل إذا لم أعدل ثم قال ووصف حال هذا الرجل قال يخرج من ضئض هذا أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم هؤلاء لأقتلنهم قتل عاد ثم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثاء هذه صفاتهم وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا فهؤلاء هم الخوالج الذين خرجوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ثم أيضا خرجوا في القرون بعد ذلك حتى هذا الوقت فهذه صفاتهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثاء بل إن خوالج هذا الزمن هم أقل ديانة من الخوالج في السابق وصفهم وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكره عن حالهم لما خرجوا قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم الصحابة عندما ذكروا هؤلاء كانوا عندهم العبادة والتهجد لكنهم خرجوا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم المقصود أن هؤلاء على مر الزمن دائما ينظروا إلى هذا الجانب وهم يتعلقوا بأمور الماء ولذلك على المسلم في وقت الفتنة أن يحافظ على هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر